اشتركوا في القناة وتحقيقها لأهدافها المطلوبة الآن سنتحدث عن الألية الإجرائية لتطبيق التعلم السحابي هناك بعض الخطوات التي يجب علينا إجراءها قبل تطبيق هذه العملية قد تجدون أن بعضها غير ضروري أو غير مهم بالنسبة لكم ولكن بالنسبة لي أجدها ضرورية وخاصة عند التطبيق الأول لعملية التعلم السحابي أولا تهيئة البيئة التعليمية تهيئة الطلاب والمتدربين على هذا النوع من التعليم أو التدريب اختيار نوع التعليم السحابي وأقصد به هل هو مختلط أو كامل تحديد الدروس التي سيتم تنفيذها اختيار المواد التعليمية اختيار التطبيقات المناسبة مواقع تواصل محادثة حقيقة مدمجة التخطيط للدرس تنفيذ الدرس سحابيا ثم تقويم الدرس سأقوم بشرح كل خطوة أو من هذه الخطوات في الشرائح القادمة أولا تهيئة البيئة التعليمية أو البيئة التدريبية أي أن كانت تسميتها وذلك بأخذ الموافقة من الجهة المشرفة على عملية التعليم وإن كان يطبق ضمن التعليم النظامي إبلاغ المشرف التربوي بالرغبة في تطبيق هذا النوع من التعلم وذلك في مراحل التعليم العام عقد اجتماع بأولياء أمور الطلاب لتعريفهم بهذا النوع من التعلم أو إرسال نشرات تعريفية لهم عن هذا النوع ودواعي استخدامه طبعا يمكن الاستغناء عن هذا الإجراء في مرحلة التعليم العالي أو في مرحلة التدريب ولكن أتحدث فقط عن التعليم النظامي أو التعليم العام وخاصة في المراحل العمرية الصغيرة نسبية تعريف المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس بهذا الأسلوب وترغيبهم في التطبيق حيث أن التطبيق الجماعي يدعم هذا النوع من التعلم غالبا إذا كان هناك معلم واحد أو عضو واحد يقوم بتطبيق هذا النوع فلن يكون له أثر كبير مثل ما يكون التطبيق بالجميع المعلمين توفير خط انترنت بالمدرسة وبالمؤسسة التعليمية وفي حال تعثر ذلكم كالتطبيق استراتيجية الصفة المقلوب استراتيجية الصفة المقلوب تعتمد على القلب بين العمليات التي تقوم في المدرسة والعمليات التي تقوم في البيت فعادة نحن نقوم بتدريس الدرس في المدرسة ونقوم بحل الواجبات في البيت الصفة المقلوب يقوم بعكس العملية بحيث يقوم الطالب بأخذ الدرس عن طريق أحد الوساط سواء كان فيديو أو فيلم أو عن طريق برامج سحابية أو فيديوهات سحابية ثم بعد ذلك يقوم في المدرسة بحل الواجب وحل الأرشطة التي تعزز فهم لهذه الدروس ثانياً تهيط الطلاب أو المتدربين يتم تصميم استمارة يتم الإجابة عنها من قبل الطلاب المعنيين تهدف إلى معرفة المعلومات التالية نوع الجهاز الذي يمتلكونه ما هي التطبيقات التي يجدون استخدامها هل هو مواقع التواصل الاجتماعي المحادثة ومحركات البحث الحقيقة المدمجة امتلاكهم أيضاً لخط انترنت في المنزل أو اتصال الشبكة لديهم في المنزل يتم بعد ذلك تفريغ الاستمارة بهدف تشخيص واقع الطلاب ومحاولة علاج الحالات التي يكون لديها مشكلة في عملية التواصل سواء كان عن طريقة بعدم امتلاكهم لجهاز أو لعدم معرفتهم بأحد التطبيقات بعد ذلك نبدأ باختيار نوع التعلم السحابي هل هو تعلم سحابي مختلط أو كامل تبعاً لظروف المرحلة العمرية والدراسية وظروف الطلاب والمدرسة أو المؤسسة التعليمية بحيث لا يؤثر سلماً على تحصيل الطلاب الأكاديمي بعد ذلك نقوم بتحليل المحتوى التعليمي أو التدريبي الذي نريد إيصاله للطلاب أو للمتدربين والتخطيط الذهني لكيفية شرح هذا المحتوى وتحديد الدروس أو الجزئية التي سيتم استخدام التعلم السحابي بها سواء كان في المقدمة أو في الدرس أو فقط في الواجبات ومن ثم البحث عن المواد التعليمية المناسبة لهذه الدروس أو لهذا المحتوى اختيار المادة التعليمية في الواقع يعتبر هذا الإجراء أو هذه الخطوة من أهم الإجراءات الموجودة في التعلم السحابي والتي يعتمد عليها الكثير الكثير من النجاح من نجاح العملية التعليم أو فشلها اختيار المادة التعليمية يعتمد على عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن نحقق على الأقل معظمها إن لم يكن جميعها أولا موافقتها لسياسة التعليم في الدولة المطبق بها هذا النوع من التعلم السحابي إن كان تعلما نظاميا موافقتها لإعراف وتقاليد المجتمع السائدة أن تكون محفزة للأخلاقيات الحسنة والبعد تماما عن كل ما يوحي أو يشجع الطلاب على الأخلاقيات السيئة والمرفوضة طبعا صحة المادة العلمية المقدمة ومطابقتها لما هو موجود في المقررات والمناهج الدراسية إذا كان هذا التعلم مطبقا في التعلم النظامي مناسبة الزمن المستقرق في عرضها بالنسبة للمادة المعروضة بحيث لا تكون طويلة مملة أو قصيرة غير مفيدة أن يكون حجمه متوسطا لا يزيد عن ميجابايت واحد حتى لا يستغرق وقتا في تحميل الطلاب له أن تكون الروابط صحيحة وحديثة مع التأكد من عملها بثلاثة مع غالبية الأجهزة مناسبتها للمرحلة العمرية المستهدفة جودة الصور ووضوح المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو وضوح الخطوط المستخدمة ومناسبة ألوانها مع الخلفية احتوائها على عنصر الجذب والتشويق في الطرح طبعا تستطيعون تلمس هذا الشيء في ما تدرسونه في هذه المادة في بداية المادة كان هناك الكثير من التشويش في الصوت وكانت هذه تعتبر عائقا بالنسبة للمتعلمين في هذه المادة نظرا لعدم وضوح الصوت هذا مثال على أهمية اختيار المادة التعليمية والحرص على جودتها قدر الإمكان لتكون مناسبة للطلاب لأنه يعتمد عليها نجاح وفشل هذا النوع من التعلم اختيار التطبيقات المناسبة لدينا جدول هنا يوضح إمكانية استخدام التطبيقات المختلفة التي تعرضنا لها سابقا على الأجهزة لدينا هنا نوع التطبيق وهو التخزين السحابي البرمجيات السحابية مواقع التواصل الاجتماعي المحادثة وتطبيقات جوجل والحقيقة المدمجة طبعا بالنسبة لإحتياجها للاتصال الشبكي جميعها تحتاج إلى اتصال شبكي أو اتصال بالإنترنت الحاسب المكتبي والمحمول جميع هذه التطبيقات يمكن استخدامها على الحاسب المكتبي والمحمول ما عدا تطبيق أوراسما طبعا لا يمكن لنا أخذ جهاز محمول أو جهاز حاسب لنقوم بتسليط الكاميرا على الهالة لذلك لا يمكن استخدامها أو لا يمكن استخدام سوى الهاتف الجوال والجهاز اللوحي في تطبيق الأوراسما الأجهزة اللوحية وأقصد بها الآيباد جميعها جميع هذه التطبيقات تعمل عليها بالنسبة للهاتف الجوال جميع هذه التطبيقات تعمل عليها ما عدا برمجيات جوجل أقصد بها الأكسل السحابي والباوربوينت السحابي جميعها لا يمكن أن تعمل على الهاتف الجوال سوى للإستعراض فقط ولكن لا يمكن التعديل عليها بالنسبة للجهاز اللوحي الآيباد يمكن أن نقوم بالتعديل على هذه البرمجيات وليس فقط الإستعراض بعد ذلك يتم التخطيط للدرس طبعا وضعت نموذج فقط كمقترح ليتم يقوم بها المعلم بالتخطيط فيها للدرس مجرد تحويل أفكار الذهنية إلى الورق كأن يقوم بكتابة إنوان الدرس والوحدة ثم بعد ذلك يضع ما هي الأفكار أو المحتوى التي يريد إيصالها للطالب أو للمتدرب التطبيق المستخدم قد يقوم باستخدام أكثر من تطبيق أحيانا في الدرس الواحد كأن يستخدم مثلا دروب بوكس مع الواتساب أو يستخدم التليجرام مع الدروب بوكس أو مع تطبيق الأوراسما وهكذا ثم بعد ذلك نص الرسالة أو المنشور التي سيقوم باستخدامها مع الطلاب أو توضيح أماكن العلامات أو الهالات في الكتاب المدرسي التي سيربطها بالفيديو الذي سيقدمه للطلاب سنعت الآن إلى تنفيذ الدرس يقوم المعلم بإعداد الوسائط التي سيتم باستخدامها من صور ومقاطع صوتية أو مقاطع فيديو أو نصوص والتأكد من عمل هذه الوسائط وفي حال كانت عبارة عن روابط يتم التأكد من عملها إذ يتم أحيانا إلغاء الروابط وحذفها لأي سبب من الأثباب مثلا كأن يكون قد خزن رابطا على اليوتيوب قبل فترة يجب عند إعداد الدرس أو قبلها بيوم أن يتم التأكد من وجود هذا الروابط لأن أحيانا الروابط يتم حذفها أو تغييرها لأي سبب من الأثباب بعد ذلك تم صياغة التعليمات التي تسبق كل مقطع وتعتبر هي خطوات الدرس مع تلقيمها بحيث يكون عدد التعليمات مساويا لعدد فقرات الدرس مثلا إذا كنت تدرج ملف بي دي اف في الواتساب فيجب عليك أن تقوم بصياغة التعليمات للطالب توضح له ما المطلوب من هذا النص هل هو قراءته فقط الاستفادة منه بعد ذلك هل مطلوب منه أن يستخرج معلومة معينة أن يجيب على سؤال معين وهكذا يتم إرسال الدرس عبر التطبيق الذي تم اختياره سواء كان فيسبوك أو واتساب أو إلى آخره من هذه التطبيقات ويمكن أن يتم تخزين ملفات الوسائد في القرص السحابي الخاص للمعلم وإرساله كروابط ليتمكن الطالب من الرجوع لها وقت الحاجة يمكن للمعلم بعد فترة من الوقت التأكد من استلام الطالب للرسالة إن كان عبر فيسبوك أو واتساب وخاصة إذا كان عملية التعليم غير متزامنة أي أن الطلاب غير متصلين جميعهم مع المعلم في نفس الوقت يمكن أن يتم في الحصة التالية أو المحاضرة التالية مناقشة المهام الأدائية كتثبيت لعملية التعلم والتثبت من الأفكار الرئيسية للدرس التقويم السحابي للدرس طبعا تنقسم عملية التقويم إلى شقين الشقة الأول هو تقويم الدرس الذي استخدم فيه التعلم السحابي أو تقويم الجزئية التي استخدم فيها التعلم السحابي سواء كان تدريبا أو تعلما نظاميا أو غير نظاميا ولكن هناك أيضا شق آخر مهم وهو تقويم عملية التعلم السحابي نفسها أي هل كان التعلم السحابي مناسبا لهذا النوع من الدرس طبعا يمكن بسهولة تقويم الدروس أو الدرس عبر استمارات جوجل الإلكترونية التي تم شرحها سابقا ضمن أدوات جوجل بحيث تتضمن الاستمارة عددا من الأسئلة الموضوعية والمقالية لقياس استيعاب الدرس ومن ثم إضافة سؤال مقالة للطلاب عن مدى استفادته من استخدام التعلم السحابي في الدرس مع ملاحظة أن الدروس تكون مشوقة أكثر من غيرها باستخدام التعلم السحابي والعكس صحيح بمعنى أن بعض الدروس تكون أفضل أن تستخدم فيها الطريقة العادية مع الطلاب وبعض الدروس يكون الأفضل فيها استخدام التعلم السحابي بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مادة التعلم السحابي حقيقة اكتسبت خبرة كبيرة جدا من خلال تدريس هذه المادة والتي كانت تطبيقا فعليا لما قمت بتأليفه في الكتاب شكرا لكم لكل من وثق فيه وسجل في هذه المادة أتمنى فعلا أن أكون قد أفدتكم ولو بقدر ضئيل واثقة من أن جميع من شارك في هذه المادة قد يمتلك جزءا من هذه المعلومات أو بعضها أو قد يمتلك معلومات لا أعلمها فالعلم بحر واسع جدا ولكن شكرا لكم على جميع ما كتب من خلال النقاشات أو من خلال الحائط أو من خلال الرسائل الخاصة في الأسبوع القادم سأتركه أسبوعا للمراجعة أترك لكم حرية طرح الأسئلة من خلال الرسائل أرجو وضعها بإرسال رسالة خاصة لكي أستطيع الإجابة عنها وإدراج مقاطع للإجابة على جميع هذه الأسئلة غالبية ما هو موجود في جميع هذه المحاضرات موجود في الكتاب قمت بتحديد الصفحات ليكون أسهل لكم في المراجعة قبل الإختبار الذي سيكون يوم 27 نوفمبر وسيستمر لمدة أسبوع أتمنى لكم طبعا التوفيق وأتمنى لكم النجاح وأتمنى لكم أن تقوموا بتفعيل هذا النوع من التعلم شكرا لكم 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 ترجمة نانسي قنقر